في المخازن المبردة لإحدى أكبر شركات تصدير المأكلات البحرية في جنوب شرق سكوتلندا تكون الثمار البحر جاهزة للإرسال إلى المطاعم في أنحاء الاتحاد الأوروبي شرط الوصول في الوقت المناسب للبقاء طازجة وهذا أمر سيمثل تحديا بدءا من الأول من كانون الثاني يناير مع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي فبعدما كانت عمليات الشحن إلى فرنسا تسير بسلاسة ومن دون معوقات ولا تتطلب أكثر من 48 ساعة سيتغير هذا الأمر عندما تغادر المملكة المتحدة السوق الأوروبية الموحدة والاتحاد الجمركي في نهاية الفترة الانتقالية لبريكسيت مساء الـ 31 من كانون الأول ديسمبر أردنا في سكوتلندا البقاء ضمن المجتمع الاقتصادي الأوروبي ضمن المجموعة التجارية لأننا أرسينا شركات جيدة جدا على مدى 40 عاما مع شركات وأصدقاء وزملاء لنا على امتداد أوروبا من المحرج أن نقول إننا نغادر اليوم في سكوتلندا يرتبط الموضوع بشكل وثيق بالحركة الداعية إلى الاستقلال قبل الاستفتاء الذي أجري في العام 2014 بشأن الاستقلال حذرت الحكومة الاسكوتلندية من أن فوز النعم سيحرم هذه المقاطعة البريطانية من الوصول إلى الاتحاد الأوروبي وقد سوت الاسكوتلنديون بنسبة 55% ضد الاستقلال غير أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أحيى حركة الاستقلال استطلاعات الرأي تظهر باستمرار منذ الصيف أن الغالبية باتت تؤيد استقلال سكوتلندا إن سئل الناس إجراء استفتاء على الاستقلال فهم سيسوتون على الأرجح بنعم وإن لم تنجح لندن وبروكسل في التوصل إلى اتفاق للتجارة الحرة في الوقت المحدد فإن الرسوم الجمركية ستزيد من أسعار المنتجات السكوتلندية ومن المرجح كذلك أن يتسبب إنجاز المعاملات الجمركية في تشكل طوابير طويلة في موانئ قناة المانش ما يعرض المنتجات السكوتلندية الطازجة للخطر ترجمة نانسي قنقر